اشتركوا في القناة وعندي ينقص الوزني حل هذا طبيعي الاجابة نعم تطبيق الحاكوباثي تناول الحاكوة تناول الماء الساخن البرنامج المحدد لا يقتصر فقط الشخص الذي لفتأ معين من الناس سواء شخص سمين حتى الشخص نحيف والشخص النحيف تكون المشكلة غالبا شخص زيادة نقص الوزن غالبا يكون نقص الكالسيوم وهذا نتيجة لضعف في فيتامين دل لأن فيتامين دل يعمل على حفاظ على الكالسيوم بداخل العظام على وعلى فوائد صحية كثيرة من فيتامين دل لذلك أول شيء الشخص الذي يطبق الحاكوة لا يدعى لأي خوف أو قلق عندما يبدو تطبق هذا البرنامج يطبق هذا العلاج لأن من الطبيعي يبدو ينزل الوزن لأن حتى لو شخص نحيف أيضا هناك فيه دهون زائدة المسببة للكوليسترول ما معنى شخص نحيف ما معنى كوليسترول ستجد هناك أشخاص نحيفين ومو أيضا يعانون من الكوليسترول لأن هذا وهذا مختلفين كليا بين الأول والثاني وذلك ماذا يفعل الحاكوباثي يعمل على تخلص جسم من أي دهون زائدة المسببة لأمراض مثل كوليسترول ومشبه ذلك وأيضا أمراض القلب لأنه يعمل على زيادة قدرة الأنزيمات في كسر المواد الدهنية إلى أحماض دهنية وكسرها مرة أخرى هذا ضمن وظائف الأنزيمات هناك عدة وظائف وكسر هذه الأحماض الدهنية بداخل الأعوية الدموية إلى الإنتاج الطاقة للخلايا لذلك الدهون مفيدة كجزء مصادر مصادر الإنتاج الطاقة للخلايا لكن هذه الدورة متكاملة إذن تأتي الدهون من الطعام ومن ثم تعمل إنزيمات على كسرها عندما تتراكم هذه الدهون بداخل الأعوية الدموية وكذلك الامتداد تبعاً أعضاء الجسم بالكامل فماذا يفعل؟ يعمل هاكوباثي يعمل على التخلص أول شيء نحن ذكرنا من ثلاثة عمليات تقوم به هاكوباثي إذابت دهون ومن خلال تسريل أنزيمات كسر هذه الدهون وقتل بكتيريا ضار أو تخلص من البكتيريا ضار مسبباً للأمراض وهناك تماماً فوائد كثيرة ذكرنا مرهلاً وبهذه الحالة الشخص النحيف حتى لو كان نحيف لا يدعو للقلق إذا بدأ ينزل الوزن لأنه أول شيء يتخلص من الدهون الزائدة وكذلك ومع مرور زمن يأخذ يتطلب الصبر لأنه يتطلب الوقت بأن العظام المشكلة التي يعاني منها الشخص النحيف من في مشكلة في العظام تتعلق بمشاكل ممكن حتى سبب حشاشة العظام وبالتالي ماذا يفعل الحاكوباثي يعمل يعمل على مساعدة العظام في زيادة سماكة الغشاء اللي في للعظام إذن تبدأ تدرجيا ضبط الوزن يعني تخلص من الدهون الزائدة وزيادة قدرة سماكة الغشاء اللي فيه العظام لتفادي من الكسر وأيضا لمساعدة العظام فيه الحفاظ على الكالسيوم زيادة نسبة الكالسيوم من خلال فيتامين دال وهناك تجارب التي توصلنا إليها بأن الحاكوباثي الماء ساخن يعمل على تفعيل جسم في إنتاج فيتامين دال طبيعي كيف ذلك؟ سنشر على السريع هناك عالمة أمريكية اسمها ستيفاني ستينف في خلال بخلال لقائها مع الدكتور ميركولا أشارت بأبحاثها بأن توصلت عن فوائد الشمس تقوم الشمس بمساعدة الجسم في إنتاج فيتامين دال من خلال كابريتيت الكوليسترول لمادد دهنية موجودة تحت الجلد إذن هناك دراسات أثبتت بفوائد الصحية للشمس لأشعة الشمس وهناك دراسات أخرى أشارت بأضرار كثرة تعرر على أشعة الشمس لفترة طويلة من الزمن هنا نأخذ المفيد نأخذ مفحيد من خلال هذا البحث لأن أشعة الشمس تعمل على توفير الحرارة وهذه الحرارة هي التي تساعد الجلد في عملية تفاعلية للطبقة الدهنية تحت الجلد وهي كابريتيت الكوليسترول فكابريتيت الكوليسترول تنتج فيتامين دال وبالمقابل فيتامين دال ينتقل إلى الأعظام لحفاظ على الكالسيوم إذن زيادة نسبة الكالسيوم وبالشيب ذلك وفواد صحية أخرى لفيتامين دال إذن فيتامين دال طبيعي ينتجها جسم الإنسان من خلال كابريتيت الكوليسترول وهي مادة الدهنية موجودة تحت الجلد طيب بالنسبة للحاكوباثي وهي طريقة الأفضل التي أرتعناها لماذا؟ لأن يعمل على ترطيب الجلد ترطيب تحت الجلد ومن بينها كابريتيت الكوليسترول تفقت السوائل إذن الشمس مفيدة بس كثرة تعرض للشمس إذن ممكن يكون ضرر هنا في هذه الحالة ممكن تستخدم طريقة الحاكوباثي كمادات الحاكوباثي على وعلى برنامج محدد لتناول الماء الساخن الحاكوى وبهذه الحالة والاستفادة من حمامات الشمسية أي تعرض للشمس لفترة قليلة لتستفادة من فوائد الشمس إذن كعامل أساسي يكون من الحاكوباثي بينما الشمس تكون من كعامل فراعي مساعد مساعد هنا في هذه الحالة تطبيق كمادات الحاكوى أي كمادات الماء الساخن يعمل على الفتحات في الجلد تتفتح أكثر المسامات تتفتح أكثر نتيجة وجود الطاقة حرارة على الجلد طبعا ومعروف أن الحرارة تؤدي لتمدد أي شيء حتى الجلد يتمدد وبتالي يعمل على فتح الإزالة الانسدادية في المسامات الجلد واستقبال رطوبة الماء الساخن وبالمقابل تبدأ تفاعلات من هذه الكوليسترول تحت الجلد وطبيعيا بالترطيب كحالة استثنائية وإنتاج فيتامين دال طبيعي وبالمقابل بعد فترة من الزمن قد يمتد ستة شهور أو سنة للشخص الذي يريد يستفيد من فيتامين دال وزيادة قدرة العظام وزيادة سماكة الغشاء اللي فيه للعظام وتخلص من أي مشكلة تعلق بحشاشة العظام وأي مشاكل تتعلق بالنحافة الشديدة لذا الشخص النحيف يبدأ ينزل وزني تدريجيا وإلى مستوى معين وبعد فترة يبدأ الوزنية ازداد كما شرحنا قبل قليل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن تارونا أنفسكم بأن هذه المادة الطبيعية لكن تحمل أسرار مخفية لم يكشف التاريخ لم يكشف التاريخ نعم فخر لكل عمانية فخر لكل خليجية فخر لكل عربية لأن العرب يثبت بأن هما صدارت الصحة المثالية على العالم بإذن الله جل وعلا ونحن مواصلون هذه الجهود من 14 سنة ومن 6 سنوات تواجدنا في الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا في مقر ريجينيا تيك للتكنولوجيا لأبحاث المؤسسات إذن أعمالنا كلها تختص بالأبحاث وزيادة رقة العلم ونفع هذه الحملة العالمية على العالم وفتح مشاريع العافية حول العالم كعلامة تجارية حاكوار الله تعالى وبركة إذن كل من يستعمى هذه الرسالة الصوتية يعمل على النشرها على معارفه وكل من ليستطيع دون أي قيد وكل من يطل على بقطع تسجيل في قناتنا اليوتيوب يعمل على الإعجاب والاشتراك لمن لم يشترك بالقناة ونشر حتى نرى عالم ينعم بحياة صحية شاملة حياة مثالية ولله الحمد حيث م chartة شامل تغ شامل حاجة شامل حياة شguy شو Evís حياة حياة شمال حوうわ حياة حياة ح sincerely أ масс collected